محادثة هاتفية من الأم أنقذت هذا اللعب البرازيلية الشاب من الموت خلال حريق شاب في مركز تدريب تابع لنادي فلمانجو البرازيلي لكرة القدم في ريودي جانيرو والذي أدى إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل بينهم لعبون من النشئين وقال راين ماثيوس البالغ من العمر 15 عاما إنه كان من المقرر أن يمضي ليلته في مهجع تابع لمركز التدريب لكن والدته أصرت على عودته للمنزل بعد علمها بإلغاء التدريب ألغي تدريب الصباح لذا أصرت أمي أن أعود إلى المنزل كان يفترض أن أغادر النادي عقب الغداء لكنها أصرت على عودتي ويشعر ماثيوس بالحزن الشريد بعد أن فقد زملائه في الفريق بسبب الحريق كنا نمضي الوقت معا يوميا سأشعر بفراغ كبير بدونهم وأصيب أيضا في الحريق ما لا يقل عن ثلاثة شبان تتروح أعمارهم بين 14 و 15 عاما ونقل الثلاثة إلى المستشفى وأحدهم في حالة خطيرة ترجمة نانسي قنقر